تلقت مصر خطاب إشادة وتقدير من سلطة طيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة أعربت في عن تقديرها للدور الكبير الذي قامت به مصر في التنظيم الجيد لقمة المناخ كوب 27 تضمن الخطاب إشارة سلطة طيران المدني الإماراتي إلى الأداء المتميز لضباط المراقبة الجوية المصريين في إدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري والذي شهد أعلى معدل تشغيل خلال قمة المناخ حيث تمكنوا من تنظيم وإدارة الحركة الجوية بكفاءة ومهنية عالية وفق أعلى المستويات العالمية ومعايير السلامة الجوية وفي خطابه طلب الجانب الإماراتي عقد اجتماع مع المختصين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة من أجل التعرف على خطة إدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري خلال مؤتمر المناخ ما يسهم في استفادة الإمارات في هذا المجال قبل استضافتها لقمة المناخ كوب 28 خلال العام الحالي